مشاهدين دائما ما يسعى الأهل لتربية أطفالهم التربية الجسدية والعقلية أيضا السليمة والبعض منهم قد لا يدرك أن الأمر لا يتم من دون بناء الطفل التنمية النفسية في البداية فالأطفال السليمين نفسيا قادرون دوما على مواجهة تحديات العالم كما أنهم قادرين أكيد على التغلب على المصاعب والفشل والخسارة فعلا يا زينب وأيضا مشاهدين للحديث أكثر عن هذا الموضوع ويانا ضيفتنا في الستيديو المستشار الأسرية الدكتورة مونة القاضي صباحة ورد وسعادة وإيجابية يسعد صباحك الصباح كون فرح الصباحك يا رب دكتورة مونة يعني الأباء دائما مع مقدمة زينب عن هذا الموضوع الأباء حريصين دوما على تربية وتنشئة الأبناء العقلية والجسدية وأن يكون الأطفال هذين متوازنين ولكن ماذا يتطلب هذا الموضوع من الأهل اتجاه الطفل في التربية أوكي سمحولي بس قبل ما ابتدي بحب أتوجه بالتهنئة لدولة الإمارات بالعيد الوطني 49 وعلى السريع هكي رسالة شكر عرفين وإمتنين للقيادي باحترامها للإنسان ولها الشعب اللي نهجه تسامح ومن هوني كمان نرع ننطلق نحكي عن تربية الأطفال وعن أهمية التربية في بناء الأسرة صحيح اليوم التكوين النفسي للطفل يبتدي من هو وجنين كرمال هكي ينصح ومن الضروري إحاطة المرأة الحامل بعناصر إيجابية وأجواء إيجابية وبيئة إيجابية حاضنة فالتربية من الأهم الأعمدة لبناء مجتمع صح نحن أنه نشتغل على بناء وتربية الطفل كان نفسيا حتى جسديا لأنه كمان تعزيز الصحة الجسدية تسهم بخلق طفل متزن هالثي صحي كرمال هايكي الأهل مجرد أي قبل ينوع على الزواج لازم يفهموا أنه هلأ حياتهم شخص أو أشخاص حتكون داخل هالعائلة هاي من المفروض جدا نعرف أنه في قيم معينة منا نشتغل عليها تربية تتضمن جزئين جزء مضمون القيم لما ننمي أولادنا عليها والمبادئ والجزء الآخر الاهتمام والسلامة الصحية للطفل كرمال هايك ضروري نشتغل على التربية النفسية ونشتغل على التربية الجسدية من لحظة النية على الارتباط وبناء الأسرة صحي دكتورة مونة ذكرت طبعا الناحية النفسية وأيضا الاجتماعية والجسدية لكن هناك عديد وأنواع متعددة لأشكال التربية الصحيحة وأيضا التنشئ السليمة لأطفالنا ولأبنائنا في المجتمع ما هي أشكال وأنواع التربية؟ لو بدأنا نحكي عن التربية النفسية بشكل عام كتير مهم نشتغل على عقل الطفل على عقل الطفل نشتغل على تعزيز الروح الإيجابية عنده نحنا بنعرف إنه الإنسان سلوك وشعور السلوك يولد الشعور والشعور ينتج السلوك كرميل هيك بدنا نشتغل على شعور الطفل بأجواء محفزة ناخد نقاط قوته نكون قريبين منه نشتغل علي نوعي نحطه بدائما بيئة إيجابية ليقدر يعطي ليكون قادر على العطاء هذا من الناحية النفسية جدا مهم ووعي بأهمية الطفل وبصحته العقلية وملاحظتها والعمل على تعزيز الروح الإيجابية فيه هذا على الصعيد النفسي وطبعا مراقبته لأنه الطفل من هو وصغير بتصير تعرفي وين بيستهوي وين بيحب وين مكامن قوته هاي المكامن لازم نشتغل عليها وطبعا ذكرت الإخت اللي كانت كمان قبل إنه لو فيه أماكن مكامن ضعف ما يطبق على أصحاب الهمام يطبق على الأطفال العاديين لو فيه بمكان مكامن ضعف حلو نشتغل عليها ونعززها ومكامن القوة ناخد فيها ونرفعها أكثر لنخلق منه نموذج حي صحيح دكتورة مونة ما أعرف إذا أتشاركيني الرأي ولكن في بعض الأحيان بالتربية يخطئ بعض الآباء في أمور معينة وهي يمكن الاعتراف بالمخاوف أو الفوبيا أمام الأطفال إذا أم تخاف من خلينا نقول من الظلام أو النوم بالعتمة الطفل باللاوعي يصبح وفي لي الأم ويقلدها وتصبح هناك أيضا العديد من الصفات المكتسبة في الحياة باللاوعي خبريننا كيف من الممكن أن الآباء ما يأثرون سلبا على أطفالهم بهذه الصفات المكتسبة بأكيد الحياة واليوميات الحلو اليوم صار عند الأهل حتى في واعي كرميل هيك ضروري نعرف كل السلبيات يعني الفوبيا تصنف بالخاني السلبية التردد يصنف بالخاني السلبية فهو نواجب على الأهل لا نحن نحط ما يصنف بالخانات الإيجابية من تعزيز الطاقة من تعزيز الإيجابية من رفع الروح المعنوية للطفل من واعيه للأجواء المحيطة فيه أنه نحن وجدنا تسيرفايف ولازم نحن نستمر ونتقدم مخاوفنا ما بيسوى نحطها قدام أطفالنا مخاوفنا ممكن نحن نداري على أطفالنا من بعيد لبعيد نتأكد شو المحيط فيهم أما ما نحط مخاوفنا قدامهم لأنه فعلا الأطفال يتقمز ويأخذون سفنجة شو الأهل بيعملوا صلب كرميل هيك جدا مهم نحن نعلمهم النمط الحياة الصحيح والصحي والأسلوب الصحي والوعي اللي قائم على الإيجابية ويكون مقدام وهكي قلت أنا من الأساس خلونا نحط معايير التربية اللي هي من ضمنها الالتزام من ضمنها الإقدام من ضمنها الروح الإيجابية التصالح مع الذات التصالح مع الآخر تقبل الآخر صفات لازم نغرزها بأطفالنا من نطبقها نحن بيطلعوا متصالحين مع ديتهم ومع مجتمعهم صحيح طبعا دكتورة مونة أكيد لا تخلق التربية سواء من الأب أو الأم من الأخطاء وهناك العديد من المعتقدات ونقدر نقول الأشياء الخاطئة اللي ممكن يمارسها الأب أو الأم في تربية أبنائهم ما هي أكثر الخرافات أو المعتقدات الخاطئة اللي لازم الأباء يبتعدون عنها كليا أو جزئيا من خلال تربيةهم لأبنائهم فيه نحن بمعتقد بديش أقول بعاداتنا بنجي نخوف الطفل هذا بياخدك هذا بيطلع لك الغول بيطلع لك البعبع هاي الأشياء مفروض ما تكون موجودة خالص بقموص الأطفال نحن الطفل على قدرة من الوعي حتى شخصيته تتشكل كلها بالسنوات الأولى من عمره نحن منحط قدامه مخاطر الحياة بس بواقعية يعني نحن نحكي مع الطفل أنه إنت إذا طلعت وتعرضت لشخص غريب ما بتعرفه هيدا مش كثير صحي هيدا مش صحي مش لازم إلا بوجود أهلك لتعرف مين هاي الشخص بس مش بيجيب إلا قوعة تطلع لبرة بره يجي يخطفك كده هاي من التقاليد اللي يتوارسون الأهل خوفا على الولاد بس هاي لازم تلغى لأنه هاي بتعطي الولاد شك وبشكل ما بتعلموا الكذب لأنه ما في غول رح يكتشف أنه ما في غول ولا فهي مجرد خرافات بالذب مجرد خرافات بيسوا نحن نصارح أطفالنا بالمخاطر اللي موجودة من دون من حطلهم هي بتشكيلة مرعبة تخليهم مترددين فهذه من الشغلات اللي مفروض مثلا نتلافي صحيح دكتورة مونة يعني العديد من الأشخاص اليوم قبل خلينا نقول التفكير بالإنجاب أو في بعض الأحيان التفكير بالزواج يحاولون الذهاب لمستشارين أسريين أو لايف كوتش لعلاج بعض الأمور عندهم لأن طبيعة الإنسان بالأساس الله خلقنا كأس فنجة وأيضا في بعض الأحيان سهل نكتسب بعض المخاوف أو بعض الأمور بعض الصعوبات ممكن أن تواجهنا ممكن أن نحن تؤثر سلبا على حياتنا ما أهمية خلينا نقول اليوم تهيئة الأم اللي هي مخررة الإنجاب أن هي تتعلم أكثر تعرف تفاصيل أكثر عن الأم شو واجباتها وشو مهامها اتجاه الأبناء اليوم التربية تحدياتها كثير كبيرة يعني إذا بتلاحظي كل اللي تفضلتي وقلتي هي مفاهيم حديثي دخلت مجتمعاتنا حديثا مع العالمة ومع انفتاح المجتمعات إذا بتشوفي قبل الأوائل أولياءنا وأجدادنا ربوا عائلات جدا ملتزمة وجدا قائمة على القيم بالفترة صحيح لأنه كانت القيمة اللي بديك تعطيها لأولادك محصورة فيك بالأم بالبي بالجد بالجدي بأهل الحارة وكل هن يتجانسون ويتطابقون على قيم وحدة اليوم العصر مختلف العصر منفتح جدا مع دخول السوشال ميديا على قلب كل بيت حتى الطفل مش بعيد عن السوشال ميديا روافد العلم ما بقت محدودة فقط بما نحنا نلقن ولدنا صارت روافد العلم كتير كبيرة حتى المعلومات إلنا نحنا ككبر وبالغين تعددت هذا يتطلب تجهيز نكون جاهزين نكون حاضرين لنعرف كيف نتعامل مع أسليب هالتربية الحديثة صحيح لأنه لا فينا نخلي ولدنا أولادنا بعاد كليا عن التكنولوجيا ولا فينا نتركهم ينفتحوا ويتلقوا ثقافات قد تكون بعيدة عن ثقافاتنا نعم ترميل هايكي ضروري أنا برأيي نعم الاستشارات والإطلاع أكثر على أسليب التربية الحديثة القائمة على أسس علمية تساعدنا نربي شخصية الطفل هو نواة الأسرة والأسرة نواة المشكلة يعني إذن التربية أصبحت في هذا العصر أصعب بسبب السوشال ميديا بسبب الأم فتاح تقصدين صحيح أن الكل يربون ويا الأم نعم وعلى قدر ما بيكون شاطر ومؤثر برسالته أي رافد حيوصل للطفل قد يكون أكثر من الأم كرميل هايكي الأم والباية لازم يكونوا على وعي وتكون رسالتهم الأقوى لهن تأثيرهم يكون الأصباح صحيح دكتورة وننا دايما نسمع مصطلح الذكاء العاطفي حابين نعرف كيف هذا الذكاء العاطفي ممكن يؤثر في تربية الآباء لأبناؤهم خاصة في المنزل نعم شو هو الذكاء العاطفي والذكاء العاطفي والاجتماعي اللي هن مكملين لبعضهم وشو ركيئزه أساسا هو حب الذات والتصالح مع الذات وفهم الذات حب الآخر والتصالح مع الآخر وفهم الآخر ومن ثم هال معلو هال نوليج اللي جمعتيها هالمعرفة هاي سخريها لعلاقتك مع المجتمع كرمال هايكي كتير مهم منعزز الذكاء العاطفي عند الطفل يكون مرتاح منعززه بالذبذبات الإيجابية منعزز منعزز الذكاء العاطفي عنده بالتصالح معه بالتفاهم معه بإشراكه بحديثنا وبحوارنا كتير مهم اليوم نحنا نجلس مع أولادنا نتفاهم معهم نشوف شو متطلباتهم شو رغباتهم شو محبتهم وما يستحف يقولوا اللي بيحبوه هيدا شي كتير منيح ويتصالحوا مع اللي بيحبوه بس بالوقت ذاته يحبوا الآخر ويفهموا ويتقبلون الآخر ويتقبلون الآخر ويفهموا احتياجات الآخر إذا نحنا قدرنا نستوعب هالمنظومة هايدي من الفكر ما بين فهم الذات ومحبتها الآخر وفهمه وتسخيرها بعلاقاتنا نوصل لمجتمع قائم على الإيجابية الإيجابية الضرورية للإنتاجية وبيني بتهيألي كمان هوني لازم ننوه بدور حكومة دولة الإمارات فهمة بأهمية الحياة السعيدة والإيجابية فكانوا السباقين بإنشاء وزارة السعادة ومن ثم وزارة التسامح نظرا لما لهالمفهومين من أهمية ببناء المجتمعات واستقراره واستمراريته وفتحوره في بعض الأحيان نكون في حياتنا أهم شيء اللي يقف بيننا وبين الأمور هو القرار الصحيح ووقت اتخاذ القرار ولكن في بعض الأحيان الأهل يلغون شخصية الأبناء باللاوعي ويمكن من خوفهم في بعض الأحيان على هؤلاء الأبناء ولكن ما أهمية تربية الأبناء على مساعدتهم على اتخاذ القرارات في الحياة لينشؤون خلينا نقول أبناء ناجحين في الحياة وعارفين متى يتخذون القرار الصحيح في أي وقت إشراك الطفل باتخاذ القرار من الصغر كثير شي مهم يعني نحنا منبلش من داخل البيت من شغلات بسيطة لا تؤثر سلبا على الطفل ولكن قد يكون لأثر خلينا نقول مؤذي بسيط مرحلة للطفل ونخيره خليه ياخد قراره ونحنا ننصحه أنه أنا بشوف هيدا غلط وخلي لو عند الطفل وأخد قراره بشي ما يؤذي دحت إشراكنا مش بشكل هو رح يعرف أنه كان قرار الأهل صح ورح يرجع يعيد نظرته بقراره فإشراك الولد باتخاذ القرار كتير مهم اختيار ملابسة اختيار الأكل اللي يبا يعني في بعض الأحيان لا تلبس هاي البس هاي في بعض الأحيان هذه أيضا يعني ما تساعدة على اتخاذ القرار بسبب أكيد صغر سنة بس أنا بشوف مع من وجهة نظر علم الاجتماع حتى ما في لزوم ضغط الأطفال على اللباس اللي الأهل بيشوفوه صحيح جدا ملائم هذا الطفل استحلى هو يرتب هالقطعتين أنا ممكن إله هاوضي أجمل حبه أصر يلبس هاوضي كمان نلغي له شخصيته بعدها تمام طريقة الأكل مرات في عندكم بعض الأمهات كتير بيخافوا أنه الولد يجا لغم حاله وإتيكات وتعليم على الإتيكات بس الطفل لا خليه بطبيعته خليه بقربه من الأشياء اللي هو يختار أشياء اللي يحبها اللي يختار وبعدين مع الوقت هو لحاله مش رح يرجع يوصق حاله إذا وصق حاله ما بالأخير يتعلم في النهاية رح تروح للغسيل فخليه يوصق حاله بالشكل يعني هوني ذكاء الأهل قربهم من طفلهم وتعاملهم وكمان ممكن بيسوة هون نتطرق شوي لليوم مرات يضطروا الأهل يكونوا بعاد عن أطفالهم الظروف الاقتصادية داغطة الظروف الاقتصادية تتطلب عمل الأم والأب بحذر من بعد الأهل عن أطفالهم لو اشتغل كلنا نعمل والعمل لا يتناقض مع تربية الأطفال ولكن لازم نحن نخلق الوقت 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 مع أطفالنا يعني أنا مرات حتى بشغلي عندي عشر دقائق بدي أشرب فيه فنجين قهوة بروح نتصل على أولادنا شو عملته هلأ شو هيك بتقروا هاي الكتاب بس اجي تخبروني هالقصة أنا بس اجي رح يخبروني القصة ممكن مرات صارت معي شي شغلي طريفي بالشغل بيجي المسا بقعد مع أولادي بشاركون فيها هالعلاقة هايدي المشاركة المشاركة وتبادل أكيد دكتورة الأراء والأخار بين الأبناء والأباء أكيد نتمنى جميعا كأمهات وأباء أن نوصل لمستوى التربية الصحيحة والسليمة عشان ننشئ أطفال صالحين وأيضا جيل واعي وقادر على تحمل المسئولية دكتورة ورمونا القاضي مستشارة أسرية نورتنا هذا الصباح يعطيتش العافية الله يعافيكم أنا بتشكركم كتير عندي خاطرة ألب بحب وجهها بس لشعب ودولة الإمارات بحب أختم فيها هي أنا ما بكتب شعر بس هي خاطرة ألب بالحب نابذ الحكام حفظوا صية الوالد صانوا الوطن والرب شاهد لدار فيها الخير زايد والشعب بنهضة علمها رائد قيمي وأصالي وعزها من صان من التحدي وحماتها ولاد زايد مشرقة مكللي ومتوجي بالغار بحكمة حكامها وحنكة الراشد وفيها الكرامة معانق الإنسان وبنيانها صوب السماء الشايد جاي بقلب بالحب مليان حتى بعرس المكرمي عايد يا شعب كل الكون بيجله ويا أرض فيك الخير عحله وفيك الخليفة من خيرة الأخيار يلي الوطن محمي تحت ضله حكمة وعدالة شيمة الأحرار حكمة وعدالة شيمة الأحرار وصيف المروقة على الحقد السلو شرطة وجيش من صفوة الأبرار فوق المجد خلقه ليتعلو محمد بن زايد يا سقر يا مغوار قلبك شجاعة هالكون كله أنت القائد يلي تاريخك غار أنت السقر بعيون تقدح نار أنت البطل وأنت حام الدار ولي عادي الوطن يا دلو عمار يا إمارات صح حلسانة وصح بوحت ويعطيت ألف عافية وأنا برأيي مع المستشارة الأسرية دكتور المفروض تكتبين شعر لأنه عبرت بطريقة صحة يعني وجميلة جدا بشكركم هي أشل عافية دكتورة من القلب لهالدولة اللي أفضل يتعلينا أشل عافية دكتورة السلام